قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصبع الخير يا مصر النهاردة نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات صبع الخير عليك يا دين صبع الخير يا شهدلي صبع الخير يا جمالة وصبع السعادة وتفعل كل مصين طبعا احنا مرينا بيوم كان فيه مطر شوية فأعتقد ان فيه بعض الزحام في بعض الشوارع لكن خلونا دلوقتي نستعرض معكم جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي وخصوصا ان الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة اللي شهدت انبارح بليل كتفات مروريا دي نتيجة تجمعات الأمطار لكن تم سحب كل الكتفات ورفع كميات الأمطار بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعدم التأثير على الحركة ولو بدأنا بقى جولتنا بشوارع القاهرة هنبدأ معاكم من كبري أكتوبر المتجه لمنطقته رمسيس وغمرة هنلاقي فيه سيولة مرية أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كتفات بسيطة بزيد مع ساعات الظروة الصباحية لو تبعنا لشارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كتفات مررية نسبية في الوقت الحالي وهنفضل مكميين لحد كبري الروضة هناك برضو بعض الكتفات بتظهر كتفات مرية لمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيرات النقل الثقيل وكتفات مررية للمتجه إلى شارع عباس العقاد كمان ظهر الكتفات على دائر المرجل المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم كمان ظهر الكتفات بشارع صلاح سالم وطيران بالتزاون مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة هناخد بالنا أن الطريق الدائري القادم من أكتوبر لسه مغلق كليا والقادم من مدينة السادس من أكتوبر تم تحويل الحركة المرية من الطريق الدائري لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الأسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كمان فيه برضو الطريق السياحي بديلا عن الطريق الدائري اللي جاي من طريق الوحاة ناخد بالنا أنه تم غلق كلي لمنذر كبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري وتم إجراء بعض التحويلات المرية وده مستمر حتى 28 يناير كمان تم فتح ميدان سفينكست جريبيا وده ساهم في تقليل حجم الكثفات اللي كانت بتأثر الصبحة على شارع جامعة الدول العربية ومسبب بعض الكثفات لو كان من جولتنا من شارع الهرم اللي بيشت كثفات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات وظهرت كثفات بمنطقة مشعل وكثفات من شارع العشرين حتى الطلبية وفي كثفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان ظهرت كثفات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء ومبابة بالنسبة لمحور صفط في كثفات مرية بزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة عن روح لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثفات مرية بطريق إسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وبيشهد الاتجاه الآخر كثفات متقطعة وسط متبعث بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مرية تظهر بطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مرية معادة بعض الكثفات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير أما القادم منطقة الدلتا مستخدم عن طريق شبرى بنها الحر ومتجه إلى مناطق شرق القاهرة والتجمع هيفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرى الخيمة نكمل جولتنا ونروح لبورسعيد وتحديدا من شارع أوجينة هنلاقي هناك سيولة مرية ولو كم منها هنروح شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثفات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثفات مرية كبيرة ميكملة لحد آخر الشارع بكده حاولنا ناخد حضراتكم في جولة عن أحوال المرور في معظم محافظات الجمهورية خصوصا مع وجود الأمطار الكثيفة اللي كانت موجودة بالأمس لكن تم سحب جميع الأمطار من كل شوارع الجمهورية مصر العربية هرجع مرة تانية لشازلي وجمانة علشان نبدأ معكم في قرات صباح الخليق مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا